احنا يا الله يبارك فيك اول ما استلمنا الاتحاد اول شي اقولكم تحيات رئيس وعظم جزدار الاتحاد الامارات عملنا ورش تعريفية عن رياضة الهوكي على مستوى دورة الامارات واستدفنا فيها اكبر شريحة اللي هي من الطلبة وطالبات ومعلمين معلمات المدارس الحكومية والخاصة اي سنة؟ من الفين واثنين وعشرين تمام الين هذا الوقت؟ الين يومك هذا؟ مستمرين مستمرين في هذه الجهود؟ مستمرين ان شاء الله يعني خلنا نقول للشباب اللي راغبين بيتعلم هذه الرياضة لكن تحت الهوى دار بيننا حديث هناك رياضة هوكي الجليد وايضا رياضة هوكي العصى اللي هي تشابه كرة القدم اه نعم وفيه هوكي المعاقين نعم هذه الامور الفنية كابتن اسامة يمكن يقدر يفيدني فيها اكثر لك استاذ اسامة هذا السؤال يعني اليوم مثل ما ذكر استاذ احمد هناك هوكي الجليد هوكي العصي وايضا هوكي اصحاب الهمم بالنسبة للهوكي الخاص بنا اللي احنا نتكلم عليه النهاردة ان شاء الله الهوكي الستيك بتاعنا بيكون فلات من جانب ونص دائري من جانب تاني المسموح به اللعبة من الجانب الفلات او المسطح اللي هو من جهة اليسار الجزء النصف دائري غير مسموح هوكي الجليد بنلعب بالوجهين سواء يمين او يسار ما يتعلق باصحاب الهمم بيكون ستيك زي ستيك البلياردو عشان اوسطها للمشاهدين وبيكون بقرس الكرة بتاعتنا في رياضة الهوكي في نفس شكل كرة التنس بس الحجم مختلف شوية والوزن مختلف الشكل الكرة يكون كراوي بيضوي كراوي كراوي عادي في نفس حق مكورة التنس بالزبط بس والوزن مختلف تمام ارجع لك استاذ احمد تكلمت عن تأسيس اتحاد الهوكي 2022 وانكم جمعتوا وبلغتوا كل دولة الامارات عدا عن ذلك شو من الانشطة اللي سويتوها عشان تنشرون ثقافة الهوكي الرياضية في هذا المجتمع احنا رياضة الهوكي اول شي غير مدرجة في الاندية مثل لعبة كرة قدم الطائرة والسلوليد فبالتالي احنا الشريحة هذه للمدارس هي بتكون يعني هي هدفنا احنا عشان نبني عليها منتخب يمثل دولة الامارات في راطة الهوكي سواء من البنين او البنات لان هذه اكبر شريحة انتي اليوم عشان تبنين المنتخب او تبنين لاعبة او لاعبة للمنتخب لا بد يكون عندك دوري طيب انا رياضي مش مدرجة في الاندية طيب كيف بعمل فرق كيف بعمل دوري كيف بتنقى عندي انا مدير فني سبق والحد ضد يعني جاب لنا ميدالي وتاريخ كانت يعني على مستوى عربي الكابتن اسامة حسني نعم فيلسنا وياه وحطينا الخطة ان احنا استهدف مدارس الحكومة والخاص لانه هي اكبر شريحة في كل دولة اصلهم يا سلام ومنها بدينا احنا ان شاء الله وان شاء الله بعد بداية الموسم الدراسة بيكون عندنا دوري للمدارس يا رب عسوة لعل ان يكون هذا الدوري يحققون في انجازات ايضا طلابنا في المدارس ولي كل من يرغب في لعب هذه الرياضة استاذ اسامة قبل اللعب وقبل امارس هذه الرياضة اكيد اليوم المشاهد يسأل اثرنا فضولة من خلال هذا الموضوع يقول ما هي القواعد وكم عدد اللاعبين شو هي الاسس المعايير اللي لازم اعرفها عن هذه اللعبة قبل امارسها اكيد طبعا نعم حضرك احنا زي ما كابتن احمد تفضل في البداية وقال ان احنا زي كرة القدم رياضة الهوكي عندنا لها اكتر من شكل الهوكي الخاص بين اللي احنا نتكلم عليه في عندي هوكي 11 او هوكي الحداشر نفس مساحة ملعب كرة القدم حارس مرمى ونفس العدد اللاعبين عشر لعبين بالمراكز بتاعتهم الدفاعية وخط الوسط والهجوم نفس الشيء بالزبط وفي عندي اين دور هوكي بيتكون من ست لعبين خمس لعبين وحارس احنا في مجلس الادارة لما جينا استهدفنا الهوكي الخماسي وده الريفليوشن او الثورة الاتحاد الدولي الهوكي اطلقها في سنة 2013 على مستوى العالم زي البسكت سري وزي الفوتسال الالعاب المصغرة بيبقى سهل انها تمارس في اي مكان باقل عدد باقل امكانيات واحنا تبنينا الهوكي الخماسي وشغالين عليه مع طلاب المدارس عندنا وحنقول لحضراتكم خلال اللقاء ميزة الهوكي الخماسي ايه بالنسبة للهوكي الحداشر انا بسأل استاذ احمد شو ميزة الهوكي الخماسي بالنسبة لطلاب المدارس بس قبلها استاذ احمد كلم بكل فخر عن ميدالية حققتها كابتن شو كانت مشان اللحاعتها لعبين الاماراتيين هم اللحاعتوها وقال على اشراف بوجود الكابتن اسامة حسني شو كانت والله حقول لحضرتك يعني انا ليه الشرف طبعا ان اكون اول مدرب للمنتخب مع لعبين مواطنين اماراتيين يشاركوا على بطولة عربية في هوكي الصلاة كانت في 2015 في الدوحة والحمد لله الشباب كانوا طلاب مدارس برضو نفس المشروع اللحنا متبنيينه من حلقة واحد واستمروا لغاية ما كان عندهم 25-26 سنة ولعبوا اول مدالية لدولة الامارات المركز الثالث بعد عمان وقطر اللي كان ليهم باع كبير في رياض الهوكي وان شاء الله ان شاء الله يعني بنوعد المسؤولين باذن الله ان حيكون فيه منتج متميز ومنتخبات بنين وبنات خلال فترة نبال مركز الاول كابتن قريبا قريبا جدا ده الهدف اللي عندنا ان شاء الله بس احاولي حضرك انت بدي يعني زي ما كابتن احمد تفضل وقال احنا بنحاول ننشر الرياضة لسه في المدارس فعملية النش وبعدين التطوير نعم ممارسة كان فيه لقاء في منتصف شهر فبراير كان بين اللجنة الولمبية والهائلة عامة للرياضة والمسؤولين طلبوا مننا التركيز على القاعدة من 8 سنوات عشان دول ان شاء الله يشاركوا في أولمبياد 20-30 ان شاء الله نحن قاعدين ننشر معاهم سالم عبر الإعلام وبرنامجنا ننوه وننشر ونثقف كل أبناء وبنات لأن البنات بعد يلعبوا نفس ما قلنا للعبة الهوكي الهوكي الخماسية أو الخماسي 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 شو هي بالضبط وكيف تختارون الطلبة لها لا هي نفس اللعبة بس أقل عدد عدد وقل في المساحة وقل في التكلفة أصلا بالفعل يعني اليوم نقول قرة القدم 11 وقرة القدم الصالات فيها فرق يوم نتيب لي فوق 30 لاعب يوم نتيب لي 15 لاعب صحيح هي أقل في الزمن وقل في التكلفة وقل في العدد وتحس أن مهارة اللاعب تطلع بسرعة لأن المساحات صغيرة والعدد أقل ومتعة وعدد أقل ووقت أغل أي وقت ضرب واللعبين يمارسونها بشكل أفضل نعم زمن المباراة 20 دقيقة عشرة بعشر ومن بينهم دقيقتين راحة أستاذ أحمد أكمل أكمل أما الهدعشر هي هي والقدم واحد بتعقيداتها وتوقيتاتها وتكاليفها وذكر أستاذ أسامة أن نفس التكنيكات نفس الخطة نفس النواق الدفاعية الهجومية الوسط فكلها زميلة خديجة ذكرت أننا نحن قاعدين نساعد في نشر هذه الرياضة وثقافتها عبر مسال إمارات ولكن هناك جهات حكومية أيضا قاعدة تساعدكم في نشر هذه الرياضة رياضة الهكيم من هي هذه الجهات وكيف ساعدتكم؟ نحن اللجلة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة الصراحة داعمين لنا ومتابعيننا من يوم ما استلمنا نحن الاتحاد نحن الاتحاد ليس جديد نحن أعظم الزدارة جدد بالتعيين في 1 مارس 2022 نعم داعميننا ومتابعيننا في كل خطوة نعملها وفي كل ثلاث شهور نحن عدنا أولا أربع شهور اللقاء مع إدارة الإدارة التنفسية في الهيئة العامة حلو يترأسها مديرها الأخ عبدالعزيز أنه نحيي عن طريق تحييات قناتكم هذه متابعيننا باستمرار لأننا شايفين شو اللي قاعدين نعمل إحنا يعني إحنا من مساكنة والله الحمد يعني نشكر للاتحادات السابقة اللي اشتغلت وجهدت وتعبط إحنا نكمل المسيرة مش إننا ننهي دورهم لا إحنا جايين نكمل المسيرة لأن الرياضة هذه مكانها مبهنة مكانها إن شاء الله في الأولمبيات وهذا طموح لكن أنا أستعيل على عيالنا وأنا أستعيل على نفسنا يمكن أنا اليوم أبني بس يمكن أنا ما أسكن المكان هذا أو ما يكون للحظ أني أنا أكون متواجد أني أنا أحضر أو أحضر تتويج أو اللقب هذا يمكن غيري بس أنا أبني 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 قاعدة ويكونوا الناس اللي يايين مرتاحين يقولوا كيزاهم الله خير اللي قابلنا يعني اشتغلوا وتعبوا وينا نستلمنا على الجهز ما بعيد كل واحد يخدم بلادي طبعا أقل شيء هذا وهذا لنا شرف نعم نحن حتى أقولهم يعني مبشر أننا نحقق البطولة نعم نحن نبني صح نعم أستاذ أحمد يبني صح والطموح قائم وتحقيق المراكز الأولى واقع وجائز وحق لكل مشتهد حضرت كابتن المدير الفني شو الفنيات أو المهارات الفنية اللي تلزم طلابنا اللي تلزم اللاعبين عشان يحققون طموح أستاذ أحمد اللي تكلم عنها شوف يا حضرك هو نفس المهارات اللي مستخدمة زي في كرة القدم بالضبط تمرير واستلام مروغة تصويب على المرمى نفس الشيء نعم ما فيه شي اختلاف بس بدل ما بلعب بالقدم لا أنا بستخدم العصى وبستخدم الكرة وعنصر التشويق وزيما كابتن أحمد طدل وكلم وقال فعلا عامل شيء جدا وبعدين رياضة الهوكي مش رادة غريبة على الإمارات هي من الألعاب التراصية أسمها التبى والمستاع ودي كانت موجودة وفي جزيرة السملية شفت الأدوات اللي موجودة يعني هي من الألعاب التراصية ومجرد ما بنقدمها للطلبة الإماراتيين بتبقى عامل جدا وبقول لحضرك اللاعب الإماراتي يعني عنده مهارة بالفترة الجينات بتاعته بمجرد ما بيأخذوا المضرب والكورة بنلاقي فعلا في أداء متميز جدا احنا هنا في دولة الإمارات في عندنا مدارس مختلفة بالنسبة للجوانب المهارية في الهوكي عندي الأوروبي وعندي أستراليا والأسيا يعني دول ثلاث مدارس مختلفين المدارس الأوروبية بتمتاز بعنصر يقل بدنيا العالي جدا الأسيا ويمتاز بالمهارة الأستراليا ونيزولندا واخد ميكس بين الاتنين فإحنا لجنة فنية قلنا إحنا هناخد أفضل الممارسات اللي تنفعنا لدولة الإمارات ويكون لنا مدرسة خصة بنا بدني ومهاري تتواءم مع أولدنا مش هنجيب أي حاجة ونحاول نطبعها لا اللي يمشي مع أولدنا ده اللي إن شاء الله هنطبعه أكيد من ثلاث المدارس ممكن تأخذون الأشياء اللي ممكن تنفع مع الطلاب الإماراتيين أو اللعيبة الإماراتيين بس لكن خلنا نتكلم عن البنية الجسدية لللاعب الهوكي اليوم أنحنا ممكن نعرف رياضة الهوكي الجليدي ممكن يكون لعب شوية ذو بنية جسدية ضخمة جدا وهذا شيء ما ينفع بلعبة كرة القدم اللي أنت شبهت برياضة الهوكي بالعصى فاليوم البنية الجسدية للعب الهوكي باستخدام العصى كيف لازم يكون؟ هل وزني لعب دور الطول؟ أكيد عندي كل خط من الخطوط بيكون لي مصافات بدنية مختلفة عن الخط الثاني يعني المهاجمين بيكون ليهم بنقول عليه بادي شيب مختلف أو تكوين جسماني مختلف عن لعب خط الوسط مختلف عن المدافعين عن حارس المرمى فكل بوزيشن عندي في الملعب بيكون لي بنية جسمانية مختلفة إحنا استهدفنا في البداية إن إحنا نعمل قياسات بدنية ومورفولوجية للطلاب بحيث إن إحنا من خلال الأرقام نبدأ بنقدم رئيسة الهوكي وبعد كده بنوظف اللاعبين كل واحد في البوزيشن الخاص به على حسب الموصفات والبنية الجسمانية اللي موجودة عنده ومجتمع الإمارات مجتمع متنوع وعند جميع البنية الجسمانية فإن شاء الله في منتج حلوة كل التوفير لكم ختاماً أستاذ أحمد شو قاعد نحضر الحين؟ هل من بطولات تدريبات؟ أحنا حين وحنا نكلمكم إن شاء الله يوم الأحد عندنا ختام كأس الإمارات وهذه أول بطولة تقام على مستوى اتحاد الإمارات للهوكي لأن بطولة مستحدثة جديدة من الهيئة العامة للرياضة خماسي سداسي؟ كلها خماسي أنا لحين فهمت أن اللعبة لازم أسألها أستاذ أحمد فالكم الناموس الله يفارك فيكم أمين أمين الأولمبيات مثل ما ذكرت وهذا طموحكم الأستاذ سعيد السويدي عضو منجلس إدارة اتحاد الإمارات للهوكي كل شكر والتقدير أيضاً لأستاذ وسامة حسنين مدير الفنية للأتحاد الإمارات للهوكي وفالكم الناموس مرة أخرى شكراً لكم الحاجة شكراً على هذا اللقاء إن شاء الله نبال كأسا إن شاء الله شكراً لكم